لله ضر الحسن البصري رحمه الله قيل له يوما كيف أصبحت يا أبا سعيد كيف أصبحت يا أبا سعيد قال أصبحت حالي حال من انكسرت به سفينته في لجج البحار فأنا في مصيبة ليس بعدها من مصيبة قيل له ولماذاك يا أبا سعيد قال لأنني على يقين من ذنوبي لأنني على يقين من ذنوبي ومن طاعتي وقبول عملي على وجل لا أدري أقبلت مني أم ضرب بها وجهي فقيل له فأنت تقول ذلك يا أبا سعيد فأنت تقول ذلك يا أبا سعيد فقال ولما لا أقول ذلك وما الذي يؤمنني أن يكون الله قد نظر إلي وأنا على معصية أو قال وأنا على بعض هناتي نظرة مقتني بها فأغلق عني باب التوبة مقتني بها فأغلق عني باب التوبة